أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكم تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة موضوعنا اليوم من الكلمة من كلمة الله في الكتاب المقدس والآية بتقول وتعرفون الحق والحق يحرركم أنا أدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة لربما في شخص اليوم محتاج يختبر الحق ويختبر كمان حرية المسيح فالمسيح هو المحرر الأعظم اسمحوا لي أن أقرأ بعض الآيات في البداية من إنجيل يحنى بشارة يحنى لصاحث ثامن من آية تلاتين وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم أجابوه إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطيئة هو عبد للخطيئة والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد أما الإبن فيبقى إلى الأبد فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم يبارك لنا الرب كلمة على ما سمعنا أحبائي نعود بعد هذا الفاصل موسيقى موسيقى